مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين وخلويني أول أقول لحضراتكم بعض المعلومات على قمة العشرين اللي في ريودي جانيرو في البرازيل وبتعقد النهاردة وبكرة 18 و 19 وطبعا نظرا لدور مصر وموقع مصر وحساسية موقع مصر وفي الإقليم وفي الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم كانت سيادة رئيس لبا دعوة الرئيس البرازيلي 80% من الناتج العالمي في العشرين دولة دول عشان بس نعرف قوة هذه الاجتماعات 75% من التجارة الدولية في العشرين دولة دول 60% يعني تقريبا تلتين سكان العالم فهذا يعني طبعا هذا الاجتماع بيمثل تقريبا الدول المشاركة 60% من سكان العالم طبعا التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا على هامش الاجتماعات وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على أن الرئيس في مستهل كلمته وجه الشكر للرئيس البرازيلي على دعوة مصر للمشاركة بما يعكس تقدير البرازيل لثقة المصر في منطقة الشرق الأوسط وكارة أفريقيا تنظيم المتميز للقمة حرص الجانب البرازيلي على تضمين أولويات الدول النامية أنتم عارفين طبعا أن مصر والبرازيل من الدول المشاركة في البريكس أو من الدول الأعضاء في البريكس فوجود مصر والبرازيل في هذا الاجتماع برضو قوة كبيرة جدا وعلى رأسها طبعا إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفكر تبحث الرئيسان طبعا بشأن الأوضاع الإقليمية اللي على الساحة اللي بيحصل في غزة اللي بيحصل في لبنان الموقف البرازيلي المدعم للقضية الفرسطينية وهو ما ثمنه الرئيس البرازيلي وأكد أيضا تقدير بلاده للدور المصري في هذه القضية خلوني أقول لحضراتكم أن مشاركة مصر دي المشاركة الرابعة ونتكلم بالتفصيل على مشاركة مصر تأثير هذه الاجتماعات حضور مصر هذه الاجتماعات اللي بيحصل في هذه الاجتماعات وتأثيره علينا المباشر وغير المباشر في الفكرة الأخيرة